دعت نيفين جامع وزيرة التجارات وصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر التي تنقصها بعض المستلدات والترخيص وتمارس أنشطتها بشكل غير رسمي مما يجعلها عرضة للمساءلات القانونية لتوفيق أوضعها وأكدت الوزيرة حرص القيادة السياسية على تقديم أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وكذلك مساعدتهم على توفيق أوضعهم القانونية للحفاظ على مشاركتهم الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطنية